وإيه كمان يا دكتور وإيه كمان يا دكتور كمال ممكن جدا تختلف مع نجوم كورة تختلف مع جمهور تختلف حتى مع صحفي ويبقى الكلام قابل للرايح والجاي لكن قيمة علمية بحجم الدكتور كمال درويش عميد تربية رياضية سابق أستاذ أجيال رئيس نادي الزمالك في فترة مهمة رئيس التحاد ملاكمة ودلوقتي كمان الدكتور أشرف صبحي ميخليه الراجل رئيس اللجنة العلمية المخططة للرياضة المصرية فلما يكون حد بالقيمة الإدارية والرياضية دي ويكتب تويتا هدفها كله التقليل من ريادة الأهل اختار بعض البطولات اللي الأهل ما كانش البيونير أو الفائز الأول بيهم وقال لك مش الأهل والكلام عن الأهل تحديدا قال الدكتور كمال أول فريق مصري فاز بدورة أبطال أفريقيا مش الأهلي اسماعيل أول فريق مصري فاز بكأس الكوس الأفريقية مش الأهلي المقولين أول من فاز بكأس السوبر الأفريقي مش الأهلي الزمالك أول من فاز بكأس الأفريق السيوي نصف العالم مش الأهلي الزمالك أول من فاز بكأس مصري حتى مش الأهلي الزمالك أول من فاز بكأس السوبر المصري مش الأهلي ده كان الزمالك الحقيقة كلام مدام الدكتور كمال رجل علمي في المسألة هنا انتقائية بحتة وفي علم النفس الانتقائية بتنم عن غرض لأنك لما تيجي تقول لي أول من فاز بالدوري الزمالك أول من فاز بالكأس مش الأهلي أقولك طب وفين الدوري اللي هي البطولة الأساسية ما الأهلي مش أول من فاز بالدوري ده فاز بالدوري تسع مواسم متتالية لما تيجي تقول لي الأهلي أول ما فازش بدوري الأبطال اللي فاز بأهل إسماعيل أقولك الأهلي فاز بكأس الكؤوس لأنه وقتها كان الأهلي مش لعب في دوري الأبطال بس عنده بطولات أخرى طب إيه المستوى الأعلى دوري أبطال أفريقيا طب إيه المستوى الخارجي كأس العالم للأندية أول من فاز ببرونزية كأس العالم خد مقصات كل واحدة دية هتلاقي الأهلي له حاجة أرفع كتير قوي من العينة اللي اختارها الدكتور كمال درويش منهجيا بشكل غلط طيب عشان إحنا بنقفل يعني فاللي أنا عايز أقوله يا دكتور كمال أنت دورت على الحاجات اللي ما بيخدهاش الأهلي مش الحاجات اللي بيخدها الزمالي حد ودي عملية سهلة جدا إن أنا أقلم من ناس حولي بقول ده مش الأهلي ما هو طبعا الأهلي ما حدش أقل الأهلي الواحده عايش بس بيقول الأهلي الأكثر نجاحا وببعيد يا دكتور كمال إذا كنت من هوات المقارنة مش الأهلي طبعا الزمالك مش أول واحد فاز ببطولة أبطال أفريقي ده الإسماعيلي طبعا هو مش الزمالك أول واحد فاز بكأس الكؤوس الإفريقية ده المأولين يعني بمعيار بمعادة طب الأهلي بعد كده أخذها كمرة يعني حتى دي ما قلت مش نستنيه صب يعني بمعياره هو اللي هو يتحدث عايز يكون بيبين الأهلي يعني والزمالك طيب مش الأهلي ومش الزمالك يا دكتور في حاجات كتير جدا فحضرتك إذا كان هو ده اللي رايحك إذا كان يعني الإسماعيلي والمأولين والزمالك يا سيدي البطولة السوبر الأفريقي أو الأفريق السياوي اللي انت عايزه لكن المحصلة يا دكتور كمال أين يضعك إنك انت أول واحد وأول واحده ما كملتش يا دكتور كمال يعني ده انت جيت بركتلنا في برقية وحضرت معانا ماتش الأهلي وراء المدريد بتاع بطل قرن أوروبا مع بطل قرن نادي الأهلي تقديرا منك للقب الذي أحرزه الأهلي حضرت المباراة في استاذ القاهرة وتشرفت إن جلست بجوارك إيه اللي بيغير الليلة دي يعني أنا مش عارف نرجع تاني لفكرة إن إحنا نشكك في الأهلي نغير في نظرة الناس للنادي الأهلي وإن إحنا نبعث رسائل لناس ما كانتش مهتمية هو فجأة الخليج اهتم بالدور المصر للدرجة دي ده بيتكلمه في شأن اللي قاله إذا مالك بطريقة يعني يعني كما لو قالنا الفريتين دول يا إماراتيين يا خليجيين يا ورغم كده الحمد لله هناك من يرد بينهم الغيبة لأن الحقيقة تادي وتالت ورابع مش هنرد يا جماعة غير بالتاريخ وبالأرقام وبالإحصاءات أما الحاجات اللي هي مقصود بها أن الجماهير تتكلم فيها وتحفيل وكده لإكتساب شعبية مش سكتنا سكتنا أن النادي الأهلي مكفينا ومشبعنا كلام نقوله عنه لو صوبة مش هنقعد نفتش على كلام يا نلاقي يا منلاقيش مش الأهلي ومش أنت يا دكتور كمالي اللي تستخدم منطق منهجيا غلط لأنه اشحلك اليوم الأهلي مش أول منفاز لكن أكتر منفاز الأهلي ما خدش الكاس في أول مرة أنت تقصدها لكن خد الدوري تسع مرات وخد الكاس أكتر من أي حد كل بطولة يا دكتور حبيت تسحب الريادة من الأهلي فيها هتكتشف أنه طالع لك في شكل مختلف خالص أنه الأكثر دايمومة والأكثر حصد لبطولات كل واحدة مفردة أنت استعنت بيها دكتور كمال مش أنت اللي تستخدم منطق السوشيال ميديا أعتقد على فكرة على فكرة مش اللي قالي أول واحد صحي منهم بدري يكمل لكن لما صحي عمل عماية كتيرة أول